على مدى تاريخها، ورغم ما واجهته من تحديات، استطاعت اللغة العربية المحافظة على أسسها الرصينة بعيدة عن التأثر المخل باللغات والثقافات المغيرة، بل كان لها الدور الأكبر في المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمعات العربية بوصفها لغة القرآن الكريم قبل الموجات المتلاحقة من الغزو الثقافي الغربي الذي أثر كثيراً على الشباب العربي، الذي بات مفتوناً بكل ما هو غربي وعلى الرغم من أن اللغة العربية تعد إحدى أهم اللغات في العالم من حيث الانتشار، وعلى الرغم من أنها لغة غنية بمفرداتها ومعانيها إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة دخول أساليب جديدة أثرت سلباً ونقصت من ذوق حديثها العام إذ غابت اللغة العربية السليمة عن كثير من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في المنطقة العربية ونابت عن الفصحى لهجات عامية تختلط فيها العربية بغيرها من اللغات الأجنبية بل وصل الأمر إلى كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية الأمر الذي أفقد المجتمعات العربية كثيراً من مظاهر هويتها وبحسب باحثين فإن ضعف النظام التعليمي يعد سبباً أساسياً فيما وصل إليه حال الشباب العربي مع لغتهم إذ أن كثيراً من الشباب يتحرجون من الحديث بالفصحى بسبب إدراكهم لضعفهم فيها فلذلك يتجنبون الدخول في تجربة قد تحولهم إلى مثار للسخرية والتندر كما أن وقوع وسائل الإعلام في فخ التسويق للثقافات الغربية كأسلوب حياة حضاري يدفع الشباب لا إرادياً نحو التفاخر باللغات الأجنبية لسيما الإنجليزية والخجل من اللغة العربية وهو ما يبني حاجزاً سميكاً بين المجتمع ولغته بل وهويته كذلك ترجمة نانسي قنقر